اهلا بكم الى الاخبار من الميادين وفي عناوينها اعتداء اسرائيلي جديد على ريف حمصة في سوريا الدفاعات الجوية تتصدى له والاضرار اقتصرت على الماديات الضرب المبرح وسط ماضي الكهرباء والغاز كان سبب وفاته استشهادوا شاب فلسطيني في معتقل المسكوبية وعائلته تؤكدوا ان قوات الاحتلال قامت بتعديبه الامم المتحدة تطلب من واشنطن حماية شبكاتها بعد فضيحة برنامج التجسس الاسرائيلي وماكرون يأمر بالتحقيق في تقارير عن مراقبة هاتفه البنتاغون يؤكد سيطرة طالبان على نحو نصف مراكز المقاطعات في افغانستان ويحذر من امكانية استيلائها على السلطة اهلا بكم الى التفاصيل افاد مراسل الميادين بتصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية في محيط مطار الضبع العسكري في ريف حمص الجنوبي الغربي بالتزامن مع تحليق طائرات اسرائيلية فوق البقاع شرق لبنان وفاد مصدر عسكري سوري بان الاعتداء الاسرائيلي الجوي نفذ من شمال شرق العاصمة اللبنانية بيروت مستهدفا بعض النقاط في منطقة الاقصير بريف حمص وان وسائط الدفاع الجوي اسقطت معظم الصواريخ وان الاضرار اقتصرت على الماديات وامس استشد واصيب عدد من المدنيين السوريين بصواريخ مروحية قتالية امريكية استهدفت منزلا في قرية جاموس شمال مدينة الحسكة وكالة سانا نقلت عن مصادر اهلية ان الغارة نفذت بعد محاصرة المنزل من قبل مسلحي ميليشيا قصد المرتبطة بالاحتلال الامريكي لعدة ساعات ما ادى الى تدميره وقتل وجرح جميع من كان بداخله اضافة الى مقتل احد مسلحي الميليشيا استشهد الشاب الفلسطيني عبده الخطيبة التميمي البالغ من العمر 43 عاما في مخيم شعفات بعد ايام على اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في مركز تحقيق المسكوبية في القدس المحتلة وقالت عائلة الشهيد ان شرطة الاحتلال ابلغتهم بوفاة ابنها بعد تعرضه لنوبة قلبية داخل زنزانته في المسكوبية فيما اشار مقربون من الشهيد انه تعرض للتعذيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم خسرنا ابن عمنا عبده يسف الخطيب بعد اعتداء قوات الاحتلال في السجن المسكوبية في المعطقة الموجود في شان عيافة الضرب المبرح وسط ماء في الكهرباء والغاز كان سبب وفاته ودائما انت شايف احنا ان احنا نفهم شو الحدث اللي صار قاموا بقمعنا والاعتداء علينا بشكل عنيف سبعة من اولاد عمي اليوم هلا موجودين جوا في المعتقال وننتظر نتيجة لبكرة حتى نفهم ايش سبب الوفاء لانه حقوا معنا اصدقائنا من الداخل من داخل المعتقال وفهمونا كيف يحتاجهم عليه هجوم الوحشي بشكل عنيف ضرب مبرح يعني شهود عيان من الداخل اللي هم اصرى زيهم زيه فهمونا صورة وابعة كيف كانوا كمية كبيرة من السجنين اللي هم بمسط قوات الاحتلال الاسرائيلي الساقط واعتدوا عليه بشكل رهيب مما ادى للأسف لا وفاته قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان الجيش يبحث عن شخصين اشتازا الحدود من لبنان خلال ساعات الليل وطلب من سكان مستوطنتين قريبتين من المنطقة البقاء في المنازل ولفتت وسائل الاعلام الاسرائيلية الان قوات برية وجوية تشارك في البحث عن الشخصين المتسللين لاعتقالهما وقالت ان العمليات تتركز في منطقة مستوطنة دوفيف في الجليل الاعلى في واشنطن اعلن البيت الابيض تمديد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان سنة اخرى بسبب ما سمه استمرار الانشطة المهددة للامن القومي الامريكي لا تغير في سياسة بايدن تجاه لبنان فادارته تمضي على نهج سابقاتها منذ ادارة بوش الابن محمد بو عبدالله والتفاصيل في بيانه بشأن لبنان يشير الرئيس الامريكي جو بايدن الى نقل اسلحة من ايران الى حزب الله بما في ذلك انظمة متطورة ويتحدث عن استمرار ما يصفه البيان بتهديد غير عادي للامن القومي الامريكي وايضا لسياسات واشنطن الخارجية والخلاصة هي الابقاء على حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان كما ورد في بيان بايدن وكما كرسته سياسات الادارات السابقة وهي حالة بدأت منذ اغسطس اابا 2007 وستبقى سارية المفعول بعد الاول من الشهر المقبل ولا يبدو بريئا هذا التمديد بالنظر الى الازمة الحادة في لبنان سياسيا واقتصاديا ما من شأنه تعقيد توافق الاطراف السياسيين وتحديدا في مهمة تأليف حكومة جديدة لانقاذ لبنان من حالة الانهيار يبعث برسائل غير مباشرة ذلك البيان الامريكي وجهتها الاطراف المناهضة لحزب الله اذ انها قد تستغل مضمونه لتصعيد الحملة ضد الحزب وتسعى الى تحميله مجددا مسئولية الازمات والفساد الذي ينخر لبنان يتزمن هذا مع تجاهل تلك القوى السياسية فضيحة مدوية هي تعرض سياسيين وامنيين واعلاميين في لبنان الى التجسس من قبل الثلاثي الاسرائيلي السعودي الاماراتي يمر الامر مرور الكرام برغم كونه اختراقا مفضوحا للامن والسيادة وهو بمعايير الامن القومي بمثابة هجوم له تبعاته لكنه في حالة اسرائيل والمطبعين معها سياسيا او اقتصاديا او حتى تجسسيا على الاقل تختلف المعيارية وتحل محلها الازدواجية يكشف هذا زيف الدعاءات الامريكيين ويفضح مزاعم حرصهم على لبنان او حتى توظيفهم للامن القومي لتدخلاتهم في المنطقة فها هي اسرائيل تعبث بامن الدول ولا تعامل معاملة الصين وروسيا مع فارق الشبهة غير المثبتة مقابل الفضيحة اليس ذاك اي التجسس اختراقا للامن القومي اللبناني ومعه قرار تمديد محاصرة لبنان في عز ازمته كلاهما مجتمعين هما دافع مضاعف للتوجه شرقا اعلن الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة فرحان حق ان المنظمة الدولية تجري اتصالات مع الحكومة الامريكية لحماية شبكاتها والبعثات الدبلوماسية في نيويورك والخارج على خلفية فضيحة برنامج التجسس الاسرائيلي نفحص وسائل الاتصالات في المنظمة بصفة منتظمة للتأكد من سلامتها واتصالاتنا على افضل ما يمكن من الامان كثر يهتمون بتعقب اتصالاتنا وما نفعله وهذا سيستمر مع تطور التكنولوجيا الى ذلك كشفت صحيفة فانشال تايمز انتال ابيب استخدمت شركة ان اس او الاسرائيلية التي طورت البرنامج اداة دبلوماسية في مسار تطبيع علاقاتها مع دول الخليج هذا فيما لا تزال قضية بيغاسوس تتفاعل مع تكشف اسماء جديدة على قائمة التجسس مريم عثمان والتفاصيل قضية برنامج بيغاسوس والتجسس الاسرائيلي لا تزال تتكشف فصولها شخصية جديدة على قائمة التجسس وردت في مقال لصحيفة واشنطن بوست ابرزهم الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون والعراقي برهم صالح وملك المغرب محمد السادس المعلومات التي كشفتها الصحيفة الامريكية تتتابق مع مقالته صحيفة لوموند الفرنسية حول استهداف الاستخبارات المغربية عام 2019 هاتفي ماكرون ورئيس وزرائه ادوار فليب و14 وزيرا في الحكومة عبر برنامج بيغاسوس فضيحة التجسس العالمية التي تكشف وسائل الاعلام العالمية النقاب عنها تواليا كانت لها اصداء واسعة في الاوساط الاسرائيلية وسائل اعلام اسرائيلية افدت في هذا السياق بان طاقما من هيئات امنية سيحقق في قضية برمجية التجسس الاسرائيلية بيغاسوس التي استغلت كما يبدو للملاحقة السياسية في بعض الضول وهو اجراء اسرائيلي يصب في سياق الضغوط التي تتعرض لها المؤسسة الامنية الاسرائيلية لنأي بنفسها عن شركة ان اس او الاسرائيلية بحسب صحيفة The Independent شركة ان اس او كانت بمثابة ادات ديبلوماسية استخدمتها اسرائيل في مسار تطبيع علاقتها مع دول الخليج بحسب صحيفة Financial Times التي كشفت ان تل ابيب حثت الامارات والسعودية والبحرين على تحسين العلاقة الثنائية من خلال تقديم تعاون امني سري ضد ما تصفهم تل ابيب بالاعداء الاقليميين المشتركين وعلى رأسهم ايران وبالتوازي اكد رئيسه والوزراء الفرنسي جان كاستيكس ان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون امر باجراء سلسلة من التحقيقات عقب عملية التجسس كاستيكس اضاف انه في اعقاب تقارير اعلامية عن مراقبة محتملة لارقام هواتف الرئيس الفرنسي ستكون الامور خطيرة اذا تم اثبات تلك الحقائق الاخبار من الميادين مستمرة لكن بعد فاصل قصير من جديد اهلا بكم كشف رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة مارك ميلي ان حركة طالبان باتت تسيطر على نصف مراكز المقاطعات في افغانستان تقريبا محذرا في مؤتمر صحفي من سيناريو استيلاء الحركة الكامل على السلطة حركة طالبان اكتسبت زخما استراتيجيا في هجماتها في انحاء افغانستان فيما تعزز قوات الامن الافغانية صفوفها لهذا السبب اقول انه لم يتضح بعد ما اذا كان انخفاض العنف نسبيا هو بسبب العيد بعد العيد سنكتشف مستويات العنف كما ان امكانية التوصل الى نتيجة تفاوضية لا تزال قائمة نحن نراقب كل السيناريوهات ومنها استيلاء طالبان الكامل على السلطة لا اعتقد ان اللعبة النهائية قد كتبت بعد اعلنت وزارة الخارجية الامريكية نويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية ستزور الصين يومي الاحد والاثنين المقبلين الوزارة اضافت في بيان ان شيرمان ستلتقي وزير الخارجية الصيني وانجي في اطار تعزيز المصالح بين البلدين والبحث عن القضايا التي تثير قلق واشنطن بشأن سلوك الصين انتشل خفر السواحل التونسي 17 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل جرحيس اثناء قدومهم من ليبيا الهلال الاحمر التونسي قال انه تم انقاذ 160 مهاجرا من جنسيات مختلفة واغلبهم من بنجلادش شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ان البعض يسعى لبث الفوضى في تونس لاتهام اشخاص بالفشل سعيد وخلال استقباله وزير الصحة المقال فوزي مهدي اضاف ان ما حدث من اكتظاظ في مراكز التلقيح غير مقبول معلنا ان تحقيقا سيتم فتحه ليتحمل كل طرف المسئولية جريمة ارتكبت في حق التونسيين جريمة يعني نحن نتعامل مع الاوضاع مع عيد الاضحى مع الامتحانات مع تجنب الاكتظاظ الى لذلك ثم في لحظة واحدة الاف التونسيين من 18 سنة حتى الوزن الاربعين نحن نسعى 18 سنة ايش 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 القح كل طرف مسؤوليتهم وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قد أبعد وزير الصحة عن مهماته واصفا أداءه على رأس الوزارة بيكارثي محملا الرئيس قيس سعيد مسؤولية تأزم الوضع الصحي بسبب تعطيله التعديل الحكومي عماد اشطار والتفاصيل طوابير فاقة التوقعات واكتظاظ حول مراكز التلقيح إلى بؤر لنقل العدوى هذا هو السبب المباشر الذي برر به رئيس الحكومة قراره إبعاد وزير الصحة معللا ذلك بغياب الإعلام والتنسيق بشأن حملة التطعيم المفتوحة أمام الشباب يومي العيد للتسريع في الجهد الوطني للتلقيح توفى ما ستة شهر وتم اتخاذ القرارة اللي وقتها وتوى زهر أكثر بالدليل أن نخذينا القرارة في أنه يلزم يصير تغيير على رأس وزارة الصحة هذية مسارش والمسار هذية تعطى في مرمى الرئيس قيس سعيد يبدو أن المشيشي أراد أن يسجل نقاطه وأن يحمله مسؤولية الفشل في إدارة الأزمة الصحية واحدة بواحدة ومزاد التدافع السياسي مفتوح فالرئيس قيس سعيد سبق له أن قيم آداء الحكومة وحزامها السياسي واصفا إياه بالفاشلي ووضع ثقته في المؤسسة العسكرية في خوض الحرب على الوباء بعد أن نجح عبر مساعيه الدبلوماسية في توفير اللقاحات والمساعدات الطبية يبدو أن كل الأطراف اقتنعت أن خيار الممانعة صعب جدا وأنه لا مجال اليوم لفرض هذه الحكومة وأن الحل الوحيد هو المفاوضات في الكواليس ابعد وزير الصحة وسط جائحة صحية عبث سياسي في نظر القيادي بحركة النهضة سامير ديرو وضرب من الحسابات السياسية الضيقة في تقدير الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي واستباق لغضب الحراك الشعبي المقرري في عيد الجمهورية بحسب مراقبين عن كبش فداء يحمله مسؤولية الفشل كان يبحث المشيش يوم عيد الأضحى بحسب مراقبين لعلمه بأن غضب الشارع في تصاعد وقد يفضي إلى مطالبته بالرحيل وبأن كواليس السياسة تتحرك بما قد يسقط أسهمه من حساباتها أيما اشتار تونس الميادين يمنيا أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لقوات التحالف السعودي في منطقة الفازا جنوب محافظة الحديدة وفق ما أفاد به مصدر عسكري يمني هذا ونفذت قوات التحالف أكثر من 200 خرقا في جبهات الحديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات جديدة وتحليق طائرات حربية واستطلاعية إضافة إلى إطلاق عدد من القذائف والأعيرة النارية بحسب مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط التابعة لحكومة صنعه وفي اليمن أيضا يطل العيد في ظل ظروف معيشية واقتصادية صعبة يعيشها المواطنون مع استمرار الحصار والحرب التي تسببت بفقدان الكثير من عمال اليمن أعمالهم أحمد عبد الرحمن والتفاصيل بعد أشهر من الانتظار اليومي على رصيف العمالة هذا في أحد شوارع صنعا لأي فرصة عمل سيعود الحاج أحمد خالي الوفاضي فارغ ليدين إلى منزله في محافظة المحويت المجاورة حيث ينتظره أطفاله الستة هناك مع أمهم ويترقبون دخوله عليهم بملابس العيد وحلوياته ومستلزماته مثله مثل آلاف العمال بالأجر اليومي محمد وعبد العزيز هم الآخران سيعودان بعد ساعات طويلة من التسوق من دون ملابس العيد لأبنائهم وكغيرهم يشكون من ارتفاع أسعارها على نحو غير مسبوق ومن تراجع قدرتهم الشرائية الواقع أن الشعب يعيش في مأساة بسبب العدوان والحصار وانقضع المرتبات لذلك الذي يوجد معه أطفال كثير لا يستطيع أن يكسيهم إذا كان معك ثلاثة أربعات لا تستطيع أن تكسي واحد منهم أوضاع الناس الأغربية يعني أنه مأساوية يعني الغلاء زاد عن حده قلاء فاحش أزمة أزمة بترول أزمة غاز هذا هو حال ثلثي الشعب اليمني في ظل حرب التحالف السعودي حال يزداد قساوة من عيد إلى آخر مع تعطلهم التامي وازدياد الأزمات عليهم وما يقابل ذلك من غلاء فاحش وانقطاع للمشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء ظروف معيشية صعبة وقاسية يكابدها اليمنيون ويواجهونها طوال أيام السنة مع استمرار الحرب والحصار ليفاقم العيد من معاناتهم ويضاعفها ولا سيما في ظل فقدان الجزء الأكبر أعمالهم وتراجع فرص العمل وانعدامها أمامهم أحمد عبد الرحمن صنع الميادين كشفت الحكومة الروسية عن أحدث مقاتلاتها من الجيل الخامس تحت اسم كيش مالك رئيس الهيئة الروسية الحكومية أشار إلى أن المقاتلة الجديدة ستكون مسلحة بصواريخ موجهة وغير موجهة فضلا عن قنابل جوية لا فتن إلى أن سرعتها القصوى تصل إلى 1900 كيلومتر في الساعة في معرض ماكس الدولي للطيران والفضاء تقول روسيا أنها قبلت تحدي منافسة القرن الحادي والعشرين في مجال التكنولوجيات العالية ولا سيما تكنولوجيات الأسلحة أكثر من مفاجأة يمكن مشاهدتها في أجنحة التصنيع العسكري والفضائي المدني الروسية وفي كل جناح يمكن إيجاد معروض يضاهم لدى الآخرين سواء من حيث الكلفة أم الجودة بالنسبة للعديد من الشركات يعد معرض ماكس فرصة فريدة لعرض منتجاتها والتنافس محليا ودوليا مجمع الصناعات الفضائية روسكوسموس الذي يقيم أحد أكبر الأجنحة هذا العام يعرض نموذجا لصاروخه العملاق أنجارا من الجيل الخامس الذي يستطيع رفع 37 طنا مما يرشحه لرحلة القمر المرتقبة هنا أيضا تعرض بدلة سوكل الجديدة التي سيرتديها طاقم رواد الفضاء في رحلته إلى القمر في عام 2025 على متن المركبة الفضائية أريول كل بدلة الفضاء وظيفتها الأساسية هي حماية رواد الفضاء وإنقاذهم وهذه البدلة الجديدة تتميز بسهولة ارتدائها وسرعتها وبوظائفها العديدة عملنا على تصميمها لمدة أربع سنوات أما شركة مروحيات روسيا فتعرض طائرة مسيرة من طراز VRT-300 بنسختها المطورة لأغراض الاستطلاع والمراقبة والاستشعار عن بعد ونقل الحمولات في أقصى الظروف المناخية لكن المفاجأة الكبرى كانت مخبأة في هذا العنبري الذي كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من زاره وتفقد مافي طائرة كيش ملك من الجيل الخامس تاج معارض ماكس للطيران والفضاء فخر الصناعة الروسية يزاح الستار عنها هنا لتدخل مضمار المنافسة في سوق الطيران الحربي يا رحسان جوكوفسكي ضواحي موسكو الميادين لا تزال عشرات الحرائق الخارجة عن السيطرة تستعر في ولاية أوريغون الأمريكية حيث أدت إلى تلوث خطر للهواء وصل إلى نيويورك وفي وسط كندا وغربها صنف 86 حريقا من أصل المئات في فئة الحرائق الخارجة عن السيطرة لا سيما في كولومبيا البريطانية ما دفع سلطات المحلية لإعلان حالة الطوارئ وقد حملت الرياح القوية الهواء الملوث والرماد على بعد آلاف الأميال ووصلت إلى أونتوريغ حيث نشرت السلطات تحذيرات من تلوث الهواء نذكر بأبرز ما كان في النشر من عنوين اعتداء إسرائيلي جديد على ريف حمصة في سوريا الدفاعات الجوية تتصدى له والأضرار اقتصرت على الماديات الضرب المبرح وسط ماطق الكعرباء والغاز كان سبب وفاته استشهادوا شاب فلسطيني في معتقل المسكوبية وعائلته تؤكدوا أن قوات الاحتلال قامت بتعذيبه الأمم المتحدة تطلب من واشنطن حماية شبكاتها بعد فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي وماكرون يأمر بالتحقيق في تقارير عن مراقبة هاتفه البنتاجون يؤكد سيطرة طالبان على نحو نصف مراكز المقاطعات في أفغانستان ويحذر من إمكانية استيلائها على السلطة دائما الميادين دوت نت باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية للمزيد من الأخبار والتفاصيل إلى اللقاء اشتركوا في القناة